معركة تحرير مدينة دمت على أشدها بعد العملية العسكرية المباغتة لقوات الجيش الوطني التي انطلقت يوم أمس الاثنين وتحريرها جبل ناصر الاسراتيجي ومناطق واسعة في الضالع كاميرا يامن شباب ترصد امتداد المعارك على مشارف مدينة دمت في هذه السلسلة الجبلية من جبل كنة المطل على هذه القرى التابعة لمدينة دمت ومن هنا تبدو واضحة أمامنا جبل ناصر نحن الآن نستمع إلى أصوات الاشتباكات التي تدور بين الجيش الوطني ممثلا باللواءين 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط على مشارف مدينة دمت إن استطاعت الكاميرا أن ترصد لنا ذلك هو حسن الحقب ومن ورائه تطل مدينة دمت بينما المعارك الآن على مشارف مدينة دمت ولمزيد من التوضيح يقف هنا إلى جانبي الناطق باسم الجيش الوطني في جبهة موريس النقيب فوزي الموريسي يحدثنا عن ما الذي يدور الآن حاليا وما نسمعه من أصوات الاشتباكات نعم في هذه الأثناء قوات الجيش الوطني أبطالنا من اللواءين 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط يخوضون غمار معركة شريسة مع الميليشيات بدأت ساعة الصفر لاستكمال تحرير مدينة دمت أعلننا مرارا وتكرارا للميليشيات أن لا تتمترس بالمواطنين أن لا تحتمي بمنازلهم لكنهم أصروا إلا أن يدخلوا المدينة في صراع ونحن مضطرين لتخليص أبناء مديرية دمت من هؤلاء العصابة المارقة التي تتخذ من المواطنين دروع بشرية وتتخذ منهم أيضا وسيلة لتحقيق مآربات أيضا تقوم باختلاس المواطنين واعتقالات وتعسفات في المدينة ما يجري الآن في هذه الأثناء هو عبارة عن عملية تحرير كامل لمدينة دمت ولا تراجع اشتركوا في القناة